بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نستأنف كلامنا عن تاريخ الدولة الإدرسية وحديث اليوم عن بناء جامع القرويين ومعلوم بأن الأدارس أسسوا مدنا عديدة في المغرب منها مدينة فاس وهي مدينتان فاس العلية أو العالية وهي فاس القرويين وفاس الأندلس وكذلك أسسوا مدينة أصيلة وأسسوا مدينة البصرة وأسسوا مجموعة من المدن أذكرها المؤرخون ومن ضمن المراكز المهمة التي كانوا أسسوها قلعة السر الموجودة بأحواز جبل العلم ومدينة فاس لما أسست أراد لها الإمام إدريس أن تكون منارة للعلم ومنارة للفضل ومنارة للسنة والهداية والحديث وذلك فأول ما اختطها كان اختط فيها مسجدين اثنين وهما مسجد الأندلس وهما مسجد الأنوار الذي سمي فيما بعد مسجد الأشياخ ومسجد الأشراف الذي عرف فيما بعد بضريح مولايد ريس مسجد الأنوار يعتبر هو أول برلمان أو أقدم برلمان في العالم لأنه كان يجمع فيه أمراء القبائل وممثل القبائل ويستشيرهم في الأمور الهامة فسمي بذلك مسجد الأشياخ وكان مسجد الشرفاء فيه تقام صلاة الجمعة وبقي نحو مئة عام وهو مركز مدينة فاس في صلاة الجمعة وكذلك كانت تقام الجمعة في عدوة الأندلس في مسجد الأشياخ نحن نعلم أن مدينة فاس كان اشتراها الإمام إدريس بن إدريس اشتراها من قبيلة زواغة عندما أرسل عمير بن مصعب الأزدي كاتبه ووزيره من أجل أن يبحث عن أرض مناسبة للسكنة وكي تكون مدينة كبيرة حصينة فوجد أرضا كانت تتقاتل عليها قبيلتان من قبائل زواغة الأمازيغية وكلم مولاي إدريس عنها فاشتراها مولاي إدريس من القبيلتين فأصلح بينهما بذلك وملك هو هذه الأرض ويدق المؤرخون بأن لما أراد أن يختط مدينة فاس كان يقول للناس من بنى أرضا فهي له فمن بنى بقعة هي له ذلك مدينة فاس في أصلها كانت ملكا لمولاي إدريس ومن لكها هو لكل من ينتفع بها نعود الآن إلى بناء جامع القرويين المصادر التاريخية تتحدث أن جامع القرويين بنته سيدة فاضلة هي السيدة فاطمة بنت محمد بن عبد الله القيرواني الفهري وأنها ورثت من والدها ومن زوجها مالا كبيرا وأن هذا المال بنت به مسجد جامع القرويين وبقيت صائمة ثمانية عشر عاما إلى أن تم بناء المسجد هناك عدة إشكالات المؤرخون يذكرون طبعا بعد المؤرخين وعبدتهم هو ابن أبي زرع يذكرون بأن السيدة فاطمة الفهرية اشترت الأرض التي بني منها المسجد من أحد الهواريين يعني لم يسموه لكن قالوا فلان من الهواريين وهي هوارة معروفة قبيلة مربلية عتيقة وأنها بنتها وآلت أن لا تبنيها إلا من ترابها إلا من تراب هذه الأرض وأنها بقيت ثمانية عشر عاما صائمة إلى أن تم هذا البناء وهكذا يقولون مسجد القرويين أسسته فاطمة الفهرية حقيقة هناك عدة إشكالات في هذه الرواية الإشكال الأول أن المعالم الكبرى عندما تؤسس حتى إذا أسسها الأفراد فإنما يقال أسسها السلطان خاصة إذا كان في العاصمة وفي دار الملك فلا يقال أسسها فلان أو فلان من الأثرياء هذه العادة لأن أرض كبيرة في العادة لا يأذن ببنائها إلا السلطان القضية الثانية أن جامع القرويين لم يكن بهذه الضخامة الموجودة الآن في زمن الأدارسة وكان جامع من نحو ألف متر طبعا ألف متر في ذلك الوقت هو جامع كبير ولكن في الحجم الآن هو تطور عندما نرجع إلى الحفريات والأثار وكتب التاريخ نجد أن هذا المسجد مر بعدة مراحل المرحلة الأولى هو التأسيس ويقولون أنه أسس في زمن الإمام يحيى بن محمد بن إدريس ثم نجد لوحة في قبلة المسجد القديم وقد هدت وهي موجودة على بعض الأسوار كشفت بعد ترميمات المسجد وتذكر أن هذا المسجد أسس على يد الإمام داود بن إدريس سنة مائتين وثلاثة وستين يعني بعد ثمانية عشر عاما من التاريخ المذكور ثم نجد أن المسجد كذلك بني سنة ثلاثمائة وستة على يد الإمام يحيى الرابع وهو يحيى بن قاسم بن علي بن عمر بن إدريس ويذكر البؤرخون بأن المسجد في حجمه الأخير بني على يد الإمام علي بن يوسف بن تاشفين وذلك في القرن السادس الهجري أو نهاية الخامس هذا يدل على أن أولا المسجد بني على عدة مراحل أن يبنى المسجد وهو بحجم تقريبا ألف متر وليس مزخرفا هذه الزخرف الزائل لأن الذي زخرفه هو علي بن يوسف كان المالكية خاصة المتقدمون لا يزخرفوا المساجد فأن يبنى في ثمانية عشر عاما هذا كثير جدا ولا يمكن أن يتخيل الواضح أن هذا المسجد هو بني بأمر من أمير المؤمنين يحيى بن محمد بن إدريس ودشنا في زمن يحيى بن يحيى بن محمد بن إدريس يحيى الثاني ولكن يحيى الثاني كان دائما في صراع مع عمه أو عم والده داود بن إدريس الذي استولى على منطقة فاس الأندلس وكان في حروب معه وحصلت له مشاكل وغير ذلك ثم خلع من الملك وتوفي في يوم الثورة التي قامت عليه ولذلك فجميع مآثره لم تكن تذكر واستولى على فاس علي بن عمر بن إدريس ثم بعد ذلك داود بن إدريس وداود بن إدريس استولى مدة على مدينة فاس فالظاهر أنه قام بتوسعة للمسجد التي تمت سنة 263 أو 64 بعد ذلك أصبحت توسعات أخرى قام بها الإمام يحيى الرابع فالحاصل أن هذا المسجد أشرف على بنائه في بدايته وتأسيسه أسسه يحيى بن محمد بن إدريس وقام بتوسع تدشينه يحيى بن يحيى ثم وسعه داود بن إدريس ثم يحيى بن القاسم بن علي بن عمر بن إدريس ثم بعد ذلك في دولة المرابطين علي بن يوسف بن تاشفين السيدة فاطمة الفهرية الغالب أنها تبرعت من أجل بناء هذا المسجد هل تبرعت بقسم أم بجميع التبرع الله أعلم ولكن مسجد في هذه الضخامة طبعا بالنسبة للبناء الأول زيادة على البناء الثاني فلا يبنيه إلا الدول لا تبنيه الأفراد أما القول بأنها بنته من تربة تلك الأرض فأمر يستبعد لأنه يفترض أن يكون في حفرة لأن المسجد كبير ولا يمكن أن يبنى إلا إذا كانت إذا أخذ التراب والحجر من تلك الحفرة فسيصبح في حفرة وهذا يستبعد خاصة أن نافاس كلها مبنية على عيون آخر شيء أن أنبه إليه أن سميت جامع القرويين أول جامعة في الإسلام لأنها كانت تدرس فيها جميع التخصصات التخصصات الشرعية والأدبية والطب والهندسة والفلك وغير ذلك وكانت تعطى فيها الإجازات وهذا بخلاف جامع القيروان وجامع الزيتونة وغير ذلك في المساجد الأخرى التي كانت مختصة في العلوم الشرعية والأدبية وما إليها هذا ما أحببت أن أقوله فيما يتعلق ببناء جامع القرويين وإن شاء الله قد أتكلم في فرصة أخرى عن مزيد بيان وتوضيح في قيمة هذا المسجد العظيم بمناسبة مرور 1100 عام على بنائه تحياتي تحياتي